عايزين نفجر الاحلام المصرية بدل ما فجر غضب خلينا نفجر حلم بدل ما فجر قهر وحقد وكراهية خلينا نفجر حب وسلام واحلام لانه الكراهية والاحقاد والغضب لا تصنع الا الخراب اما الحب والسلام والتعاون هو اللي بيصنع الامل هو اللي بيبني بيبني نفوس الناس وبيبني ايضا امم خلينا ناخد قدامنا طريقين طريق الاحباط والتشاؤم وطريق الامل والتفاؤل طريق الاحباط والتشاؤم في كراهية وفي احقاد وفي انتقام طريق التفاؤل والامل في حب في سلام في امام في تفكير في احلام هو دا اللي هيخدنا واحنا في حالة من الرضا الى بناء ما نريد ان نبنيه الطريق الاخر سيصل بنا الى الهدن والخراب خلينا بسرعة نختار كلنا كشعب وكأمة ان احنا عايزين ايه؟ عايزين نبني ولا عايزين نخرب عايزين نكمل البنيان ولا عايزين نهد ما قمنا ببنائه الموضوع بسيط والاختيار بس ارجوك 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 من فضلك اوعى تطلخبط من فضلك اوعى تطلخبط اختيارك لابد ان هو ينحاز لمصلحتك مش مصلحت حد ومصلحتك انك تختار الطريق اللي فيه بناء وفيه انجاز وفيه تحقيق احلام حتى لو كان الطريق صعب حتى لو كان الطريق غير موهد حتى لو كان الطريق فيه مطباط تاني ارجوكم ارجوكم اتوسل اليكم اوعوا تطلخبطوا لانه فيه ناس كل همها في الحياة انه يلخبطك ناس كتير بتدفع فلوس لمرتزقة كثيرين هدفهم الاساسي يلخبطك بين طريق الخير وبين طريق الشر ناس كتير بتأجر نائحات عشان يبدأ يعكر مزاجك يبدأ يخوفك من المستقبل يبدأ يشككك فيه اعز ما تملك يبدأ يشككك في نفسك يبدأ يلخبطك منتش عارف الصح فين والغلط فين تروح يمين ولا تروح شمال ولا تقف مكانك هي دي القصة اهم حاجة اوعات تلخبط